بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وبناتي طلاب الصف الاول السنوي اهلا مرحبا بكم في برنامج بنك المعرفة النهاردة ان شاء الله احنا هنعمل المراجعة بتاعتنا بتاعت ليلة الامتحان عندنا احنا عارفين الجزء اللي هو في المنهج اللي احنا خلاص وقفنا عنده اللي احنا هنشتغل عليه الامتحان متاعنا ان شاء الله وخد حتى الامتحان التجريبي عليه اللي هو الجزء بتاع حضارة العراق مظاهر حضارة العراق حضارة فنقيا مظاهر حضارة فنقيا النهاردة ان شاء الله احنا هناخد حضارة العراق ومظاهر الحضارة في العراق احنا عاملين مجموعات من الاسئلة بنفس الاسلوب اللي احنا امتحالنا بها قبل كده الاسئلة بتخاطب مستويات فكرية ولكن احنا هنا زودناها مع المستويات الفكرية زودنا حاجات ممكن للتذكر فيها كبير الهدف من مجموعات الاسئلة ديت انك انت كل ما في الامر انك انت بتهرف طريقة الامتحان. هو ضغط الهدف الاساسي. طبعا برنامجنا بنك المعرفة هنا. هدف ان هو يساعد ولادنا الطلاب بكل الوسائة. احنا هنا معانا السؤال الاول وهنبدأ مع بعض على طول عشان نضايش وقت. المراجعة بتاعتنا. السؤال الاول بنتكلم فيه عن حضارة العراق. انا هخلي بالك حضارة العراق ديات من الحضارات المهمة جدا جدا جدا. طبعا الموقع بتاعها. انا بدي سؤال بسيط بحس انك انت تبقى يعني ايه نفتح الجزء. انا بسألك بقولك حضارة بلاد بين النهرين. هي حضارة العراق ولا فلسطين ولا سوريا ولا لبنان. طبعا هو المقصود هنا بالسؤال دوت يعني ايه تذكر كله. المقصود انك انت تقول حضارة العراق. احنا لازم نعرف ان هي حضارة نهرين. كلمة بلاد بلاد النهرين ديت انا بقصد بها اللي هو نهري دجلة والفراط. طيب مدام بقى كده يبقى لازم ناخد بالنا من السؤال التاني. تتشابه اسبب قيام الحضارة في بلاد العراق القديم مع مصر في ايه? اللي اتنين دولهم مستقلة? اهتمام اللي اتنين بالجيوش? وجود الانهار? ولا حياتهم الدينية? لو خدت بالك من السؤال اللي فات انا قلتلك اسمها ايه? بلاد النهرين. ومصر هنا دايما نقول لك ايه? بلاد نهر النيل. يبقى انا متشابهين مع بعضهم في ايه? وجود الانهار. ده سبب قيام الحضارة. ايجي بعد كده الدول تستقر ده هيبقى مظهر. هنقول اهتمام بالجيوش ده من مظهر الحضارة ولكن حياتهم الدينية من مظهر الحضارة. اما عوامل قيام الحضارة هي عندنا وجود الانهار. السؤال اللي بعد كده اللي احنا هندخل فيه بقولك ينقسم تاريخ العراق القديم الى من فترات التاريخية. كم فترة? فترتين? ولا تلات فترات? ولا خمسة فترات. طبعا معصود هنا اربع فترات. افتكرهم مع بعض يا ولاد. افتكر السومريين الاكاديين البابلين الاشوريين. طيب طبعا البابلين هرجعوا تاني. رتب العواصم العراقية الاتية من الاقدم للاحسن. للاحدث بقى هنعملها ازاي? انا بقولك اكاد واشور وبابل وسومر. هم مش مرتبين. هم اللي اجابة بتاعتهم ايه? تعالى مع بعض يا ولاد. انا هنا بقولك من الاقدم. سومر اكاد بابل اشور. طب لو انا قلبت السؤال قلت لك من الاحدث الى الاقدم. اقولك اشور بابل اكاد سومر. انا ممكن اقوم لو زودت بابل مرة تانية. احطت بابل في الاخر. لان الدولة الاكاد ايه? الدولة الكلدانية كانت عاصمتها بابل او البابلية التانية. طيب شوف السؤال التاني على طول. لتب الدول التي دخلت الها لق من الاحدث الى الاقدم. الدول دي دخلت الاراق منها ما هو احتل الاراق ومنها اللي هو دخل ومثلا وعمل فتح واصل في بلاد الاراق الفرس الاراق السلوقيين الفتح الاسلامي احتلال الفرس دخول الاسكندر احتلال الرومان ستة دخلهم الاراق طب ترتبهم ايه ايه جابتنا كده بقى ناخد بالنا اول حاجة انا هنا اخد بالك هنا بقى من السؤال انا بقولك من الاحدث يبقى اخر حاجة دخلت الاراق خلت الفتح الاسلامي يبقى لما نيجي نقول احدث حاجة بالنسبة لتاريخنا ما دلوقتي ايه الفتح الاسلامي غزو الفرس الرومان السلوقيين الاسكندر الفرس طب لو بقى بالمقلوب وقلت لك رتب الدول من الاقدم الاحدث اقدم واحدة تبقى الفرس بعدها الاسكندر السلوقيين الرومان الفرس الاسلامي يعني ممكن نعملها بالعكس خلي بالك انا هنا بخاطب انك انت ممكن الاقلية بتاعتك ترجع بالحدث ولا لا هل انت حافظها ولا انت ممكن تعيد ترتيبها مرة تانية سؤال تاني انا بسألك بقولك مرة العراق بمراحل تفكك طويلة ودول عديدة الا ان اول من واحد العراق في التاريخ هو مين يا جماعة اول واحد واحد العراق في التاريخ انا عندي منديك اربع اسماع حمربي سرجون الاكادي نبوخذ نصر التاني كورش طبعا الكتاب سرجون الاقوللك سرجون الاول انا ما جبت السلوات سرجون الاكادي ده خلص يعني حمرابي هي كنت متوحدة نبوخز نصر التاني برضى كنت متوحدة كورش ده حتال سرجون الاكادي هو اول من وحد في التاريخ العراق وهو اسمه سرجون الاول ولكنه كان في الدولة الاكادية فاحنا نسبنا لدولته يعني انا ممكن اقول لك ايه حمراب البابلي نبخز نصر البابلي الكلداني تمشي دي ودي فانا هنا لما بقول لك سرجوني الاكادي انا هنا بنسيبه الى دولته نشوف السؤال اللي بعد كده يا ولاد والسؤال التاني انا هنا بقول لك اول من قام بتشريع مكتوب في العالم هو خد بالك كلمة تشريع مكتوب دي مقصود بيها التشريع المكتوب اللي هو القوانين المكتوبة حمرابي ولا سرجوني الاكادي ولا البخز نصر التاني ولا كورش نفس الاسمانة جابها لك مين اللي عمل تشريع مكتوب القوانين في كل حتة موجودة ولكن ان اول من عمل قانون مكتوب في تاريخ العراء وفي تاريخ العالم كله هو حمرابي عمل قوانين مكتوبة ونزلت مكتوبة من اكتر من 200 مادة ومكتوبة في الالواح بتاعته اللي نزلها طيب السؤال اللي بعد كده ترجع اصول سكان الدول التي حلقة التي حكمت العراق الى الهجرات التي حضرت للعراق من جهة الشمال ولا الشرق ولا الجنوب ولا لغانب ناخد بالنا يا جماعة من السؤال ده من حاجة في الكتاب مش كتب لنا اتجاهات في كتاب المجرسة هو كتب لنا ان جات عندنا هجرات بعض الهجرات ديت اللي هي سواء السومليين او الاكاديين او اخر حتى الشعوب اللي جات اللي هم الاشوريين او الكلدانين كلهم جايين من شبه الجزيرة العربية وبعض الاجابات مكتوبة في الكتاب شمال شبه الجزيرة العربية لو بص هنا شبه الجزيرة العربية وتخيلنا اخريطا العراق هنجدها بتقع فين هي في الشمال ولا في الجانوبين في الشرق والغرب الي جا بواط حاجة مع هي في جنوب العراق يبقى انا لما اجي اختار هنا هاختار جنوب العراق طيب السؤال بعد كده انا بقول لك استقرت الدولة البابلية الاولى واتفعت مكانتها بسبب قوتها العسكرية الكبيرة قوتها الاقتصادية قدرتها السياسية قوت القانون الدولة البابلية الاولى انا لسا ليلها من شوية يا جماعة لو تتذكر قلت لك اول من موضع التشريع هي قوة القانون حمره بحط قوانين اصارت وهي اللي عمل اثناء من انواع السيطرة والحاكمة العادلة للبلاد طيب الدولة التي لم يحزن لسقطها احد وانهيارها ايدا في دول محدش هلاحزن لسقطها لانهيارها الدولة السومرية لا الاكادية لا البابلية ولا الاشورية عندنا لما بنجي نتكلم عن الجزء دوت بقولك ان انا عندي في دول حكمة العراق وحكمة شعوب مجورة لها في دول استخدمة القوة والعنف والقصوة في معاملة الشعوب واللي عملهم كده الاشوريين يبقى لما نيجي نتكلم نقول الدولة اللي لم يحزن احد لسقطها هي الدولة الاشورية ليه تعملت سوق معاملتها وطريقتها الاشوريين دولات يا جماعة ساكنوا شمال العراق والمناطق الجبلية ودايما المناطق الجبلية بنجد ان هي بتتميز مش الدرعة نبص الاجابة بتاعتني هنا هنلاقيها الدولة الاشورية طيب السؤال اللي بعد كده بسألك بقولك تتشابه العراق ومصرف العديد من اوجه الاقتصاد الا انهم تختلفين مع بعض بيختلفهم في اجابة في الزراعة ولا ملكية الارض الزراعية ولا في الصناعة ولا في التجارة الزراعة اللي اتنين زي بعض والصناعة والتجارة ما هو الصناعة والتجارة والزراعة كله شغاله ولكن ملكية الارض هنا واجه الاختلاف طيب واجه الاختلاف يقف الكية الارض يا ولاد واجه الاختلاف ايه مع بعض الارض عايزين نتذكر مع بعض يا ولاد تذكرنا ملكية الارض الزراعية في مصر الارض كانت ملكة مين الفراعون بالضبط كل ارض مصر الفراعون الا من يهبوا والارض مش ملك الارض بيبقى في بعضها هبات من الفراعون لبعض القضاء وكده طيب في العلاقة الملكية فردية الناس لها ملكيات اراضي ملكية الفردية للارض صارت ما كانش موجودة في مصر. مصر ما في شو ميارة ملكية فردية في هزي المرحلة التاريخية نهائيا. طيب نبص الاجابة عندنا هنا يا جماعة. الاجابة بتاعتنا ملكية الارض الزراعية. طيب. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بقول لك في العراق الملك هو وكيلا في الحكم. وهذا يدل على سيطرة. بيقول لي ده الملك كان وكيل. وكيلي من يا جماعة. بيقول لك هو وكيل الاله. يبقى انا الاجابة بتاعت عندي هنا ايه. سيطرة الدين. مش السياسة. هو الدين هنا هو اللي سيطر. طيب ناخد بالنا من السؤال اللي بعد كده. تميز الجيش في العصر الاشوري بقواته وبرعته. بسبب ايه? بسبب تطور فن الحرب? ولا الخدمة العسكرية كانت الزامية وجيش دائم? ولا انتصاراته الكتيرة? ولا اقامة امبراطورية واسعة? فن الحرب والانتصارات واقامة امبراطورية واسعة دي كلها بنود من الممكن ان احنا نلاقيها في كل الدول. الا ان الجديد عندنا ان الخدمة الالزامية والجيش دائم. الخدمة العسكرية كانت الزامية. والجيش عندها كان دائم. دي كان متميز اشور عن غيرها من جيرانها. دولة زيتها جيش دائم. في حالة حرب دائمة. ودوات احنا اتكلمنا عن اشور وقلنا دي مشكلتها. طيب تعال عندنا هنا حاجة تانية. انا بسألك سؤال بقولك تشابه الترطيب الطبقي في العراق وفي النقية? في الطبقات وعدادها. الطبقات في النقية وفي العراق. خلي بالك التركيب الطبقي حاجة. واللي جوه التركيب الطبقي حاجة تانية. انا عندي هنا في العراق لما بنجي نتكلم بقولك انا عندي ثلاث طبقات. الا اربع طبقات ولا خمسة ولا طبقتين. هما ثلاث طبقات. بس تركيبة الطبقات من جوه مختلفة. بسبب طبيعة العراق وطبيعة في النقية. دي لها طبيعة ودية لها ط اخرى. يعني مثلا هنجد التجار لهم دور في فنقيا في ترتيبه الطبقات. في الاراق لا. الامر مختلف. هنجد رجال دي هنجد السياسيين. هنجد القادة. هنجد عامة الشعب. انما في نقيا ما فاش الكلام ده كله. في نقيا التجار الاغنياء انه بلاقي كل ده الترتيبات في ترتيب الطبق. ولكن العدد هنا كان طبقات. في الاراق ثلاثة. في فنقيا برضك. ثلاث طبقات. طيب نبص بالسؤال اللي بعد كده بقولك كتشابه او تشابه ايمان الاراق ومصر بالبعث والخلود. ومع ذلك لم يقم الاراقين. الاتنان متشابين مع بعض بالبعث والغلود. بس الاراقين ما عملوش. ايه? طحنة الجسس ولا بناء المعابد ولا بناء المقابر ولا وضع الطعام والشرب بالمقابر. على فكرة. هم امنوا بالبعث والخلود وحطهم الطعام والشرب في المقابر. بنوا مقابر. ده شيء طبيعي. بنوا معابد. وان كانت ما شمتطورة لكنها تطورت بعد كده اغدت اشكال رائعة. تحنيف جسس الموتى ما تشابهوش فيها ابدا. الدولة الوحيدة اللي قابل بتحنيف جسس الموتى هي الدولة المصرية. هذا الامر اللي بيحدث في حضارة مجورة اطلاقا. يعني لم يحدث في اي حضارة مجورة انو وجدنا مسألة تحنيف. ولكن كل اوجه التشابه هي زي بعضها. متشابهين في بيامنوا بالبعث والخلود بيامنوا بصباب الاقاب بيامنوا بيحط مع جسس الموتى الطعام والشراب. بيابنى المقابر بيابنى المعابد. اما مسألة انك انت تحنيف جسس الموتى هذا الامر لم يحدث ابدا من الوحيدات اللي بيهم اختصار دولة الوحيدة اول واحد يعتبر اله الحب والجمال وبعد كده يعتبر اله العدل والحكمة اله المحب للبشر رئيس الالحة تعال نشوفهم مع بعض هناخد كل اله من الالحة دي إله الحب والجمال هيدنا هيبقى الالهة أشتار أما عندنا العدل والحكمة وهو الاله شمس شمس ده اللي عملا القادم على حمرابي طيب الاله المحب للبشر الاله آية آية دوة يا جماعة في قصة وأسطورة الطوفان هو الاله اللي كلم العبد الصالح وقال له غضب الالهة وأنه هو لازم يستعد للطوفان عندنا رئيس الالهة في العراق وهو الاله ودوة هو كبير الالهة في دولة العراق القديم طبعا يبقى أنا عندي هنا مجموعات من الالهة على فكرة ده يخليني أخد بالي من حاجة في وجه تشابه هنا في مسألة تعدد الالهة يعني أنا عندي في مصر هيبقى في عندي مرحلة تعدد الالهة وعندي مرحلة بنقول إيه مرحلة الالهة رئيس الالهة هو دوة الرئيس الالهة ديت موجودة في العلاقة اللي اثنين وهيبقى برضاك في نقية تعدد الالهة الالهة كتير رئيس الالهة هنا آية نهن مثلا عندنا الاله بعض إنما هنا لما نجي نتكلم يا جماعة هناخد بالنا من حاجة مصر مرت بمرحلة ممردش بها أي دولة دارة أنا ممكن أجيبها برضاك موضوع سؤال اللي هي مرحلة التوحيد لم تمر العراق بمرحلة التوحيد ولم تمر في نقية بمرحلة التوحيد يعني أنا ممكن أقول المرحلة الدينية التي لم تمر بها بلاد العراق ولكنها قامت في الحضارة المصرية مرحلة تعدد الالهة ولا مرحلة السيادة والتغليب ولا مرحلة التوحيد وحتى أي اختار رابع إحنا هنا هيكون الاختار بتاعنا اللي هي المرحلة اللي مرش بها لقى أبدا أو مرش تشبيها في نقية أبدا هي مرحلة التوحيد طيب نشوف السؤال اللي بعد كده يا أولاد السؤال بيقول يوجد علاقة بين انتشار عبادة عشتر في مصر وعصر الدولة العتيقة ولا القديمة ولا الوسطى ولا الحديثة طبعا هنا الالهة عشتر عندنا عبدت في مصر في عصر الدولة الحديثة الالها عشتر كانت إلهة الحب والجبال وانتشرت عبادتها بشكل كبير أوعى تفكر إنها انتشرت عبادتها في مصر ومنتشرتش عبادتها عندهم لا يا جماعة لانا راحة عبادت مصرية راحة إداء يمكن أشهر إلهة انتشرت عبادتها في كل العالم كانت إزيس إزيس راحة العراق وفي نقية وانتشرت كمان في بلاد الاغريق والتجهر الرومان كمان فكانت فيها الالها الأشر فهم أخذهم إليها مصري عبدوها وإحنا عبدنا برضك إليها بنقول عليها بعض الآلهة العراقية نبص هنا عندنا السؤال ده توجد لقى بين انتشار نماذج الصيران المجنحة في العراق وبين مصرف العصر العفيق ولا مصرف عصر الدولة القديمة ولا مصرف عصر الدولة الوسطى ولا مصرف عصر الدولة الحديثة الصيران المجنحة إحكايتها دي جه الصيران عادية طور والطور الأوات بوجه إنسان وجسم حيوان ومجنح يعني هو جسم صور ولا هو ابنح في عندنا تجريد هنا وفي نفس الوقت معموله وجه إنسان لما نجد على طول وجه إنسان وجسم حيوان بنتذكر أبو الهول طب أبو الهول ده كان فأنها عصر من عصر مصري يا جماعة عصر بنات الأهرامات اللي هو عصر الدولة القديمة يبقى الإجابة بتاعتنا هنا هتكون زي ما إحنا شايفين كده مع بعض مصرف عصر الدولة القديمة طيب هلاخد سؤال تاني بيقول لك انسب كل عمل من الأعمال القاتية لعصر الدولة دولة من الدولة اللي حكمت العراء بناء برج بابل الدولة البابلية الحديثة بوخز نصف أنا ممكن أقول لك انسب العمل لعصر دولة أو للشخصية اللي عملته طيب تعمير مدينة نينوة مدينة نينوة دوت في الدولة الأشهورية طيب اللي عمل كده مين الملك سنحرين طيب عندنا حاجة تانية أسقط الدولة البابلية الحديثة أسقط الدولة البابلية الحديثة عندنا هنا هيكون الدولة الفارسية اللي هو الملك كورش طيب إسقط الدولة البابلية القديمة الدولة البابلية القديمة هي أول دولة البابلية عندنا أو بابل أولى اللي أسقطها مين اللي هيجي بعديها سرجون التاني أو الدولة الأشهورية إصدار قوانين والتشريعات من الملك اللي أصدر قوانين والتشريعات عندنا فأنها عصر طبعا إحنا عارفين روحة مراب إنما كان وكد إمتى في عهد الدولة البابلية القديمة توحيد العلاق لأول مرة في التاريخ من الوحد العراقب على اول مرة في التاريخ فاكرين يا جماعة ده اول سؤال فاكرين الدولة الاكادية اللي هو سيرجون الاول اللي انا قلت لك عليها بالكده سيرجون الاكادي اخي سؤال عندنا نحنقوله دلوقتي بقولك تعتبر في نقية من حيث الموقع هي طريق بين حضارتين اني حضرتين عندنا المصرية واليونانية ولا المصرية والعراقية ولا العراقية واليونانية ولا المصرية والرومانية في نقية جماعة لما بنيجي بنتكلم عليها بقولك هي حضارة كبيرة ظهرت ولكن الحضارة في نقية دي كانت بتتميز ان هي بلاد الشام انا عند حضارة العراق اللي هي بلاد الرافدين للعراق وعند الحضارة المصرية في نقية كانت ما بين الحضارتين دولة ووجودها ما بين الحضارتين دولة كانت عامل لنا مشكلة كبيرة جدا ان هي لم تقم بسبب الموضوع ده اي حضارة يبقى الإجابة عندنا هنا الحضارة المصرية والعراقية طيب يولاد احنا مع بعض هنا هناخد بقى شوية حاجات انا عايزك تتذكرها وإحنا بنتكلم انت شرط نوعية الأسئلة اللي احنا بنجابها وشفت ان احنا دايما لما بنيجي نجيب السؤال بنحاول ان احنا دايما نكون بنتجه لأساليب في الاختيار طبعا بتجه هنا بابعد قوي قوي عن مسألة التذكر بخليها على قل حد ممكن بتجه لمسألة التحليل والتطبيق وبفكر انك افضل إذا كنت ا wre Turtle gonna rxt انا انت اتفكر في السؤال وتفكر في أجابته اهم حاجة انا عايزك انك انت تعرف ان هو السؤال مش بالضرورة انك انت يكون مباشر تفتع صفحه Team لا اهم اهم حاجة انك ان يكون مباشر تفتع صفحه الكتاب تلاقيسه لازم انه تفكر في السؤال عشان كده أبناء وبنائته надо لا يمكنك ان اندم من أستخدchuss المادة ان هي ماده احنا بنحفظها وهي ل Pennsylvania تحرق نحفظها وانتحرفGA التاريخ انك انت تبقى فاهم ليه الحدث ليه تم ايه اسبابه وده وقت اللي احنا هنبقى بازن الله نشوفه مع بعضه ونتحدث فيه بعدك الابناء وبناتي طلاب الصرف الاول السلوي النهاردة قدنا مع بعض مراجعة العراق ومظاهر حضارة بلاد العراق القديمة ان شاء الله بازن الله الحلقة القادمة هناخد حضارة فنقية ومظاهر الحضارة فيها ابناء العزاء اتمنى لكم التوفيق والنجاح مع تحياتي هاني عنطر بنك المعرفة شكرا